السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود احمد فيديو الان شاء رب العالمين هنشوف فيه موقع تاني من المواقع اللي انت ممكن تستخدمها علشان تحسم المهاراتك في البرمجة ان كان بارح نزلنا فيديو بيتكلم عن موقع وده واحد من اكتر او مش اشهر المواقع في انك تدرب مستواك وكده ان نشوف برضو موقع كويه جدا الناس ممكن تستخدمه وتحسم من مستواها والموقع ضريف جدا اول حاجة هل ستفتح جوجل وتكتب اربط ده الموقع خاص بالكورينج تشالنجز وبعد كده هتلاقي الموقع اكتر من عشر تلاف تشالنجز هو الموقع اصلا خاص بالتشالنجز تمارين وكده وطبعا زي ما احنا شايفين من بره ان انا عندك اكتر ملغط برمجة سواء الجافا سكريبت سواء خط جافا سي بلاس 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 بايسون سي شورب ايا كان والموقع ضريف جدا انت ما اتعامل معها تلاقي كمان اسهل من موقع بتاعك الرانك طيب انت تختار اللغة اللي انت عاوزها من هنا بس خلاني اولا نسجل في لوبسايت اعمل طبعا سان ان وث جوجل او خلاني اعمل روجستر ونعمل سان ان وث جوجل ايا ايا ماشي اختار اكاونت بتاعي اقوم هيبدأ ايه يعمل لي طبعا روجستر في الموقع بقى ليه اكاونت حلو كده طيب لو لاحظت كده على الشمال ده اللي انا بعرف اجيب منها اللي انا عاوز اول حاجة خلص هتختار لغة البرمجة فاختار بايسون فبقول لك ان انت عاوز تستخدم بايسون كلغة ديفولت اقول لي ايس دي بقى اللغة ديفولت بتاعتي لان انا طبعا اعاوز اتمرن عن بايسون لكن انت عاوز تتمرن لو انت عاوز تتمرن عن الجافا سكريبت او اين كان انت فيₙ عاوز حاجة سهلة اعاوز حاجة متوسطة عاوز حاجة صعبة عاوز حاجة صعبة اوى وعاوز حاجة احترافية يعني الابتشنال الوطنال انت عاوز تتسخدم ايه لو انت يعاوز تتسخدم على حاجة مثلا data types يا اعاوز تتسخدم حاجات معانق loops любов ممكن انت تصل بحاجة الدscope عندها وénergie ال buddy يعيث مuringها في ادخالات التي يعتبرتائها حاجات اللوب فييقد اعاوا performed خاصة بالنمبرز فيبدأ اجيبك الحاجات الخاصة بالنمبرز شايف انت دي جميلة جدا حاجات خاصة مثلا بالالجيكس بالالجيكس بالالسكوب والالسكوب ده كلام الفونكشنز تمام طيب عطلها عندك كده مثلا حاجات خاصة بالالجوريس بالالراز بالبت اوبريشنز حاجات كثير كده والكلازز وكده فان طبعا ممكن تبص الكنترول في الوضع يا جماعة اللي هو اللوب برضو بس بنتكلم بقى عن وكده فانت بتختار اللي انت عاوزه من هنا طبعا احنا نسيب دي الفاضيه نعاوزين ان نرجع تاني زي ما كانت طيب خلينا بقى مادم احنا وطبعا ما فيش حاجة كومبيليتت فمش تفرق ايوه خلينا نرموف التاج بس عشان يجب دينا كله فانا قد اخترت بايسون واخترت ان انا مستوية very easy حاجات سهلة خالص تبدأ يجب لك بقى group and order the complete مش عارف ايه area of triangle اللي هو مساحة او محيط المستطيل فمتل حاجات كلها بسيطة خالص طب احنا عاوزين نبدأ كده ناخد واحدة ونبدأ ندخل عليها ونشوف ازاي نتعامل موقت ايوه الموضوع بسيطة طبعا نتعال نجيب اول واحدة مثلا بقى لك return with the same of two numbers انا عاوزين نجيب الـ function تجيب لنا جمع الرقمين يعني نتبع الرقمين ونجيب لنا الجمع بتاع طب هنفتح نبص نجيب ايه هتلاقي اول حاجة خالص بيجيب لك انا شرح اللي اللي احنا عاوزينه احنا عاوزين نعمل ايه بالزبط حل فابقول لك مثلا create a function carried function بتاخب منك two numbers بتاخب منك رقمين as argument كargument وبترجع بالـ sum بترجع بمجموع الرقمين وجايب لك انا بقول لك ايه pro tip لو انت عاوز ملحوظة تساعدك فقطها ممكن انت تجيبها يعني تضغط اللي هي command plus او علامة windows plus يجيبها لك وبقول لك مثال مثلا انا in function اسمه addition بتاخد ثلاثة واثنين وترجع بخمسة بتاخد ثلاثة وثلاثة وثلاثة وترجع بثلاثة وكذا وبعد كده بقول لك في النوتس الملاحظات don't forget to return the result ما تنساش ان النتيجة تعمل لها return ترجع به ما تطبعهاش وبقول لك فيه if you got stuck on a challenge لو انت وقفت في المشكلة معرفش حلقة بقول لك find help in resources tab يعني تروح للتاب اللي اسمه resource واتلاقي مساعدة للموضوع فهم انت شارحة اوى للموضوع من documentation ومن مواقع تاني طيب ودي حاجة جميلة جدا بقول لك if you're really stuck unlock solution in solution tab لو انت خلاص اللي وقفت معك خالص ومش عارفت حلها خالص حاولت فيها كذا مرة ممكن تروح للسليوشن وتشوف السليوشن الحل ازاي انت عندك دلوقتي الكود عشان لو انت تكتب الكود ال resources مراجع عشان انت ممكن تستخدمها تحسن مستواج في الجزء ايه دي السليوشن الحل او دي comments الناس عاملها عليه حالو كده؟ طيب وعندك ده طبعا التست في ايه انا حملناش حركة بالتست داتي التست ده عشان يتأكد حلك صح والله طب حاجة انا هنا في الكود وعايز اكتب الكود هو ما كاريت لك جاهز function اسمها addition بتاخد A و B عايزين ايه؟ عايزين نرجع بمجموعهم فهم انا جاي هنا قال له return لان انت لو لاحظت هو قالك ما تنساش ان النتيجة تكون return يبقى النتيجة لازم انت ترجع ان تراجع انا هترجع بإيه؟ بالAZB انا محتاج مجموعهم فهارجع بمجموعهم حلو؟ طيب تعالي تشك ان هو صحة ولا غلب بس خلان الاول إيه؟ الليكس B بتاعي بصفرة عشان ان هو يصح المفروض يزيد فنعمل تشك فلو لاحظ يقولك يقولك التست يعني التلاتة التست اللي كانوا مكتبين اهو اللي هم يتأكدوا ان انا كتبت كل حاجة ان التلاتة equation دول او التلاتة معدلات دول نشتغلو تمام فبقى كده انا حليتها صح وهم عمل ايه؟ Submit Final عشان خاطر يعطيني السكور بتاعي في الAZB ويوديني على التمرين اللي بعده فعطاني الAZB هو خمسة وبقولك ايه؟ How difficult was this challenge ده والتحدي ده كان بالنسبة لك ايه؟ فنقوله كان very easy كان سهلا جدا نعمل مثلا Next challenge وتحت بتختار skill level متعاس بجينر ولا intermediate ولا advanced زي ما انت عاوز بناءة عالية هيبدأ يجيب اللي بعده ولو لاحظت الموقع interactive اوه يعني هتاجي هنا احنا دلاتة الصفحة التانية بتاعمل refresh هتاجي هنا هتلاقي الليفل بتاعي بيزيد بقى هنا انا حليت حاجة دلوقتي فالليفل بتاعي يزيد من غير ما نعمل refresh ولا حاجة ده او كده خلص هوا مفروض يزيد مازدش طيب بقى بقولك ايه؟ بقولك Convert minutes into seconds نحول الدايق لثواني فبشرح لك بقولك write a function that takes على فكرة xp بتاع هوا زاد زادت هي من غير ما نعمل refresh قبل ما نعمل refresh ظهرت بس ما تفهمش اتأخرت ليه طيب بعدك بقولك ايه؟ بقولك تكتب function الدلة دي بتاخد منك integer وعباره عن الدقيق وبتحاوله لك لثواني فعني انت عباصلها دقيق ويترجعلك بثواني زي مثلا convert 5 بترجعلك ب300 ساني convert 3 دقيق يبقى 180 ساني بقولك منساش نستخدم return ولو انت بردو وقفت وانت عندك ايه مشكلة خلص نروح للتاب الخاصة بالسليوشن طيب لعلا كده انت نروح للكود ونستخدمه ولو حصينا التاج زي بقولك language fundamentals من السادة نفعل math ونروح للكود convert هنرجع بايه؟ ارجع بال minutes اللي موجودة دي في 60 احنا الدقيق ايه؟ يعني ما الدقيق؟ عبارة عن السواني عبارة عن الدقيق في 60 بس طيب نعمل كده تشيك عشان نبدأ يطبع على التست هلقى النتيجة ان شاء الله طلع صح تمام اوه كل تست اللي كان مكتوب ده في التحولات طلع نتيجة ان انا احاول بالستة وننتيجة التموية 60 صح انه احاول بلا 4 وننتيجة 24 صح وكزي طب لو جانا نبص على تابة solution وقولك معامل لها تمام طيب خلنا نروح للكود ونعمل submit final عشان lxp بتاعنا يزيد بس بقى 9 والدفك التاعت برضو كان free easy ونعمل next challenge وزي ما انت اعرف ان انا اتحدد الصعوبة بتاع التموية اللي انت عاوزة مفروض دلوقتي ايه lxp بتاع بقى 10 بس شايفت زاد لوحدة هو وكمان اللي انا حلتهم بقول اتنين completed ما غير ما اعمل refresh زي ما اقولت وبالك ايه دي بيجيب لك اليوم اللي انت عملت فيه اللي انت حلت فيه وحلت فيه وكزي ودي حاجة من مميزات الموقع بصراحة طب لو رحت لتابة solution وضغطت unlock unlock solution فبالك you want to earn xp from this challenge يعني انت لو انت عملت unlock the challenge مش هتكسب xp عليه لو انت حلت وليه لانك انت طالب الحل على طول فانا مرجحش الحتة دي انا افضل انت تشوف ال instruction وتحاول تعملها ما انا عملتش يعني وقف قدامك مشكلة او كده روح لل resources tab روح هنا وافتح اللينك ده في اللينك جديد هو وابدأ شوف الموضوع بيتم ازي وهنا الكود محتاج ايه محتاج the parameter of rectangle فانا بيشرح لك في مضاعف بتعمل مثلا next ده شرح هوان للمقال بيجيب لك الدنيا ماشي ازي خالص عشان تبقى فهم ال concept ده مسلا هتلاقينا في شرح تاني وتالت ورابع وطعف تشوف زي ما انت عاوز تمام فانا عشان كده بقولك روح لل resources كزا مرة وابدأ استخدم الموقع كويس الموقع يحسن مستواك وموضوع xp ده ممتاز جدا لانه بيعطي لك حاجات كده ان الموضوع في تحدي وان انت كل ما تحلي بقى الموضوع كويس تمام اتمنى الناس تستخدم الموقع وزي ما قلنا الموقع عليه تمارين كتير جدا تعرف انت تستخدمها وعندك load more يجيبك تمارين اكتر وانت لازم تتمرن مرة واثنين وعشر عشان خاطر تحسن مستواك في الكودين ده اللي يخليك بعد كده عندك خبرة كتير وعندك ترويش تفكير كويسة تمام وتتعرف كمان الدرس اللي تذكره تعرف من هنا تختاره وتتمرن عليه زي ما انت عاوز تمام اتمنى الفيديو يكون واضح للناس اشوفكم على خير ان شاء الله المحاضرة الجاية كان معكم محمود احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته